القصف الذي شنته ايران على اربيل في الثالث عشر من هذا الشهر رفعت خلاله لافتات تتحدث عن استهداف مقر للموساد الاسرائيلي قبل ان تظهر تفاصيل جديدة تنفي وجود اي علاقة للهجوم بالذرائع التي قدمتها طهران وكالة رويترز كشفت ان محادثات بشأن تصدير الغاز من كردستان العراق الى اوروبا هي السبب وراء القصف الايراني وذلك في سياق مصالح الطاقة بين الاطراف الاقليمية المتنافسة ونقلت الوكالة عن مصادر متعددة ان خطة لسلطات كردستان العراق لتزويد اوروبا بالغاز تعد جزءا مما اغضب ايران ودفعها لقصف اربيل باثني عشر صاروخا باليستيا اصابت معظمها منزل رجل اعمال شهد اجتماعات في الاونة الاخيرة بين مسؤولين في قطاع الطاقة من عدة بلدان وبصرف النظر عن الجهات المستفيدة من عملية التصدير هذه لكن ايران لطالما لعبت دورا سلبيا في تعاملها مع ملف الطاقة في العراق اسوة بباقي الملفات حيث عملت عبر وكلائها على افشال استقلال العراق في هذا الحقل سواء عبر تطوير الصناعة المحلية او ايجاد بدائل افضل من استيراد المشتقات النفطية والكهرباء من ايران الهجوم على اربيل جاء في وقت حساس بالنسبة لايران والمنطقة حيث تسعى طهران التي ترزح تحت وطأة العقوبات لتقديم نفسها كمورد للغاز بدلا من روسيا على خلفية حربها على اوكرانيا كورقة ضغط تستخدمها طهران لا سيما مع تعثر جهود احياء الاتفاق النووي من يلقي الصواريخ علينا وعلى ابو ظبي من يمول ومن يدرب ومن يقدم هذه الاسلحة عضو في اوبك يفعل ذلك يتحدث وزير الطاقة السعودي هنا عن الهجمات المتكررة التي طالت منشآت نفطية سعودية واماراتية ففي وقت يبحث فيه العالم عن استقرار سوق الطاقة تواصل ايران سياستها المزعزعة للسوق باستخدام ادرعها المختلفة لتحقيق اجندتها الخاصة مهما كان الثمن